هذا هو الفارق دائماً ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني انت كانت فيه لعبة جاية خلاص عندك ولكن الرجل قال لا أنا مش عايز حد أنا عندي سكواد رائع أنا عندي مجموعة لعبين جيدين جداً أنا عندي مجموعة لعبين خدوا راحة شهر ورجعوا أحسن من الأول هو شافهم في الأول وشافهم في التمرين قالك لا فيه اختلاف كبير جداً على فكرة أي لعب كرة حيبقى فاهم الكلام اللي أنا بقوله ده ما هو إلا ولنا طالع أضحك على جمهور النادي الأهلي زي ما بعد من لا يشجع النادي الأهلي بيقوله ولا الكلام الفاضي اللي هم بيقوله ده ولكن أنا بطلع أقول الحقيقة كل الناس اللي بتفهم فنياً في كرة القدم حيقولوا الكلام اللي أنا بقوله ده صحيح 100% أنا يعني بقول إننا إحنا جايبين 10-12 صفقة آه أنا بعتبرهم 10-12 صفقة أديكوا شايفين محمد الشناوي بيعمل إيه؟ أديكوا شايفين حمد فاتحي بيعمل إيه؟ أديكوا شايفين عمر السلية بيعمل إيه؟ أديكوا شايفين طهر محمد طهر بيعمل إيه؟ أديكوا شايفين محمد مجد أفشا بيعمل إيه؟ أديكوا شايفين محمد شريب بيعمل إيه بعد الأجازة؟ أديكوا شايفين أليو ديانج بيعمل إيه بعد الأجازة؟ هو متولي ده ما يعتبرش صفقة جديدة محمود متولي هو أكرم توفيق ما يعتبرش صفقة جديدة كل هذه الأسماء تعتبر صفقات جديدة بالنسبة لي وبالنسبة لجمهور النادي الأهلي المحترم وبالنسبة ليه بعد ما الله يشجع النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا احنا لما بنتطلع نتكلم معاهم مش اسلام بس ولكن كل الناس لما بتطلع تتكلم معاهم بنتطلع نتكلم معاهم بمنتهى المصداقية مش مجرد كلام وخلاص بنتطلع نقوله مش مجرد كلام نطلع نتحك بيه على الناس وعايزين نلهي الناس في اللي بيحصل مش احنا اللي بنعمل هذا الكلام مش قناة النادي الاهلي اللي بتعمل هذا الشكل أنا ما بتكلمش غير على نادية ولن أتكلم إلا على النادي الأهلي وبالمناسبة أنا دايماً بكون مسؤول عن كل كلمة أنا مش حد تاني بكون مسؤول عن كل كلمة أنا بقولها عشان كده أنا عارف كويس جداً أنا بقول إيه الحمد لله 70-80 مليون أهلاوي في ظهرنا 70-80 مليون أهلاوي في ظهرنا أطلع إنت بقى هجس شوية واتكلم الكلمتين اللي طفل بتوعي تتكلم فيهم دول ويقول نفس الكلام وعيد وزاوة ويش عارف إيه ولا إيه والحركات دي وبعد كده خليد إحنا ناخد السوبر زي ما حضراتكم شفتوا كده لكل الأهلوية ألف مبروكة أهلوية ألف ألف مبروك لكل الأهلوية خدنا السوبر هتقول لي إيه الإنبساط الشديد إحنا مش مبسوطين قوي علشان إحنا خدنا السوبر ولكن هو من وجهة نظري المرحلة الأولى للعودة وجهة نظري الفنية البسيطة اللي قد كده هي المرحلة الأولى لعودة فريق النادي الأهلي بعد سنتين ظلم تحكيمي بيّن وواضح وإجهاد كبير جدا لكل اللاعبين وحأكرر هذا الكلام مرة ومرتين وتلاتة ومية وقرار هو قرار تاريخي لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم بإراحة سبع أو تمن أو تسع لاعبين أنا مش عارف العدد كام ولكن إراحة كل اللاعبين مع إصابة اتنين أو تلاتة بقوا حداشر اتناشر قرار تاريخي ودانا لللي إحنا فيه دلوقتي إن مرسل كولر لما جاه أنا مش عايز صفقات تاني هم دول عندي كويسين وهيلين وعندي في كل مكان واحد أو اتنين أو تلاتة وإن شاء الله لو أي نواقس اللي هي موجودة بالفعل زي ما جمهور النادي الأهلي كله شايف وعارف هنجيبها في يناير وبعد كده نشوف الصفحة نعمل إيه بعد ما إن شاء الله نكون خدنا كل البطرات اللي إحنا عايزين ناخد ولكن هي رياضة إحنا زي ما قلت لحضراتكم قبل مباراة السوبر وارجع أقول لحضراتكم مرة تانية مباراة السوبر يعني يا كنا نكسب يا إما لكنا نخسر لقدر الله ربنا كرمنا وكسبنا ألف مبروك لكل الأهلوية ولكن مباراة وانتهت فرحة وانتهت عندنا مطش ومالأربع من حق الشباب دول يفرحوا من حق الشناوي يفرح ويتبسد وطاهر وكل الناس ويفرحوا مع مؤمن زكريا ومن حق كابتل محمود الخطيب يفرح ويتبسد من حق سيادة الوزير العامري فاروق يفرح ويتبسد أستاذ خالد مرتجي يفرح ويتبسد وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بنشكرهم جدا جدا على وقفتهم المحترمة خلال الفترة اللي فاتت من حقهم انهم لكن الموضوع انتهى خلاص عندنا مطش يوم الأربع هنفكر في مطش يوم الأربع هنعمل ايه عايزين نكسب يوم الأربع وبعد كده أجازة أسبوعين نقدر برضو نتبسد ونفرح فيها ونحاول نجيب لحضراتكو لعيبة ونحاول نجيب نحاول على قد ما نقدر وبعد كده نرجع نركز تاني في المباريات عشان نكسب هو ده النادي الأهلي بالمناسبة فرحانين ومبسوطين وسعداء ولكن الموضوع انتهى حيتقفل خلاص أو دلوقتي انا بقول لحضراتكم ان الموضوع حيتقفل ابتداء من النهاردة أو من بكرة هتبتدي تلاقي التركيز في المباراة اللي جاية حيحصل ايه المباراة اللي جاية حنعمل ايه في المباراة اللي جاية عشان كده دايما جمهور النادي الأهلي مختلف 70-80 مليون أهلاوي في ظهر النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي مبسوطين وفرحانين وسعداء بأداء الفريق بالفوز على نادي كبير زي نادي الزمالك اللي دايما بيؤدي مباريات جيدة في الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر